النهاردة كمان فيه لقاء كان مهم عقد السيد محمد ابو العنين مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء مهم جدا على خلال اجتماعات الجمعية العامة واتكلم فيها عن سد النهضة سد النهضة رئيس الجمعية العامة اي الكلام مهم اوي يعني اكدت تيجان محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخرى هنا بيتكلم على إسيوبيا الجميع العامة النهاردة بقى الملف دلوقتي موجود في الأمم المتحدة مصر نقلت واتكلمت الرئيس أمام العالم في ممبر الأمم المتحدة النهاردة سيد محمد أبو العنين بيتكلم مصر بيتكلم عن مصر وحقوق مصر مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي قدام حضراتكم في مقر الأمم المتحدة في نيورك أكد تيجاني باندي أنه رئيس الجمعية العامة أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخرى حتى في حالة الحرب بين الدولتين فالمياه حق من حقوق الإنسان وأضافة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أزمة سد النهضة تكمن في إسيوبيا رئيس الجمعية العامة خلي بالك كلام مهمة أوي لقاء في غاية الأهمية إحنا بنتكلم النهاردة على مسئول دولي هو مسئول ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني صوت بيتكلم صوت دولي بيتكلم على المسئولية النهاردة في إسيوبيا المشكلة عند إسيوبيا تكمن في إسيوبيا باعتبارها دولة المنبع وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض أوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه برجل الصناعة سيد محمد أبو العنين الرئيس الشرف للبرلمان الأورو المتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ومعه عدد من أعضاء البرلمان الأورو متوسطي يعني كانوا سيد محمد أبو العنين معه عدد من أعضاء البرلمان الأورو متوسطي خلال اللقاء اللي قدام حضراتكم مع رئيس الجميع العامة الأمم المتحدة أن حل أزمة صد النهضة ستكون أولى اهتماماته خلال الفترة المقبلة وأنه سيتدخل بشكل سريع ويعقد اجتماعا مع الأطراف السلاسة مصر والسودان وإسيوبيا للوصول إلى حل دبلوماسي لتلك الأزمة وخلال اللقاء ناقش أبو العنين حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة ومدى تأثير سد النهضة على مصر وتعنت أديس أبابا في التعاون مع تلك الأزمة أكد أبو العنين لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي لخطوراتها على المنطقة وكذلك للتدخل وحل الأزمة سياسيا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر في حصتها بمياه النيل وكذلك الحق المشروع لإسيوبيا في التنمية وجاء ذلك لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات القوية بين دول القارة فالموقف الإسيوبي تجاه الأزمة يعد تعدي على القوانين والمواسيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل أضاف أبو العنين لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر ليس ضد إسيوبيا في بناء سد النهضة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم للغاية باستمرار ودعم قوة العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية والتعاون سويا كأبناء قارة واحدة من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء وأبنائها وأن الرئيس السيسي بزل جهدا كبيرا وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الحالية منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي وذلك سواء في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية أو رسم الرؤى للقارة السمراء لتحقيق تقدما كبيرا خلال الفترة المقبلة وأكد أبو العنين أن الرئيس كان خير سفيرا وموسلا للقارة الإفريقية في المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة في قمة العشرين قمة دول الصناعية السبعة الكبرى جي سيفن مؤتمر توكيو الدولة التنمية الإفريقية تيكاد السبعة وستطاع أن يعبر عن آمال وطموحات القارة الإفريقية وأن يصل بصوت أبنائها إلى العالم أوضح أبو العنين لرئيس الجماعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس يعتز بإفريقيا وشعوبها ويريد تحقيق طفرة كبيرة في القارة السمراء وأن تتحول إلى قارة عظمى متقدمة بسرواتها الهائلة وبأيدي أبنائها أضاف أبو العنين أن مشكلة أزم سد النهضة تؤرق المشعب المصري وأن الرئيس أكد أن مصر ليست ضد أسيوبيا في أن تحلم بالتنمية ولكننا نتحدث عن حقوقنا التاريخية والتي ليجب أن تنخفض نهائيا فعندما تم توقيع اتفاقية تنظيم المياه بين دول حوض النيل منذ أكثر من 100 عام كان الشعب المصري وقتها عدد سكاني 20 مليون نسمة فقط وكنا نحصل على 55.5 مليار متر مكعب مياه واليوم مصر بها أكثر من 107 ملايين مواطن والمفترض أن كمية المياه تزيد ولا تنقص وعلى العكس نجد اليوم الجانب الإسيوبي يصر على موقفي ولا يحترم الاتفاقيات التي توقع أو البرامج التي يتم الاتفاق عليها بين الدول السلاس ولا يلتزم بأي شيء ويصاعد من تلك الأزمة أوضح بالعنين أن دخول إسيوبيا حاليا مرحلة ملء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقيات وإطار تنظيم لتلك المرحلة بمشاركة دول السلاس مصر والسودان وإسيوبيا هو مؤشر خطير يعني تقليل كمية المياه التي تصل إلى مصر وتعطيش المواطن المصري وتدمير الرقعة الزراعية والتأثير على إنتاج الكهرباء وهذا الأمر سيحدث مخاطر كثيرة بالنسبة لمصر ومياه النيل بالنسبة لنا أمن قومي هي مسألة حياة وموت ده كان لقاء مهم عقده لأستاذ محمد أبو العنين مع رئيس الجامعية العامة للأمم المتحدة والراجل كمان اللي واضح أنه كمان واخد موقف لابد من حل هذا الأمر وأنه إسيوبيا عليها مسؤولية كبيرة في ضرورة حل هذا الأمر وأنه هي الأزمة أزمة سد النهضة تكمن في دور إسيوبيا باعتبارها دولة المنبع وقال أنه هي عقد اجتماع سلاسي بين مصر وإسيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة ترجمة نانسي قنقر